بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا دي سلسلة تعليمية جديدة هنتعلم فيها مع بعض إزاي نتعامل مع المايكروسوفت سيكوال سيفر مايكروسوفت سيكوال سيفر واحد من أشهر وأهم الـ Data Base Management Systems اللي موجودة في الماركت إحنا كمدرسين وحتى كطلاب بنعتمد على المايكروسوفت سيكوال سيرفر في تعلم الـ Data Bases وإزاي نكتب الأوامر أو الـ Commands اللي إحنا محتاجينها عشان نبني الـ Data Bases ونعمل Retrieve للـ Data ونستفيد من هذه الـ Data الشركات الكبرى أيضا بتعتمد كثيرا على المايكروسوفت سيكوال سيرفر في بناء الـ Data Bases الخاصة بيها وفي التعامل مع الـ Data اللي تخص الأنظمة المختلفة اللي موجودة في الشركات دي إحنا في كلامنا عن مايكروسوفت سيكوال سيرفر هنقسم الكلام إلى جزئين أو هنخليه زي ما نقول كده Two Courses كورس الأول يعني هنتعلم فيه الـ Basics بتاعة السيكوال والسيكوال يعني اللي من حضراتكم مش عارف أو ما كانش عنده فكرة قبل كده السيكوال هي اللغة اللي احنا بنستخدمها عشان نتعامل مع قواعد البيانات عاوزين نبني قواعد البيانات عاوزين نعمل تخزين لـ Data في قواعد البيانات دي عاوزين نعمل Retrieve أو استرجاع للبيانات من الـ Data Bases فبنستخدم حاجة اسمها السيكوال فالسيكوال بمنتهى البساطة هي اللغة اللي بنستخدمها عشان نمشي أمورنا كلها في الـ Data Bases الكورس التاني هنتكلم فيه بقى عن الـ Transact SQL أو اللي بيختصر T-SQL T-SQL أو Transact SQL ده نقدر نقول كده الـ Extension أو الامتداد أو الزيادات اللي مايكروسوفت أضفتها على السيكوال عشان تخلي السيكوال قادر على أنه يبني applications أو نعمل بيه تطبيقات أكثر تعقيداً شوية فبعد ما ننتهي من الكورس الأول ونتعلم الـ Basics بتاعت الـ SQL هننتقل بعد كده للـ T-SQL وإن شاء الله في نهاية الكورسين يكون عندنا إلمام يعني نقول كده بمعظم أو كل الأساسيات اللي انت كطالب أو حتى كـ Developer مبتدئ محتاجها عشان تبدأ تبني databases وتقدر تكون يعني جاهز لاستلام وظيفة في هذا المجال الحاجة الثانية اللي عاوز أنبه إليها اللي أنا الماتيريال اللي أنا هاعتمد عليها في شرح الـ Two Courses هتلاقيها ماتيريال موجودة على الإنترنت بمعنى أنا هشوف أي ويب سايت من الويب سايت اللي هي بتوفر Microsoft SQL Server Tutorial وهمشي معاهم ستيب باي ستيب صفحة صفحة كده هنمسك كل أمر هعرضه لحضرتك في الويب بيج وهبدأ أنفزه أنا وإنت عمليا على المايكروسوفت SQL Server إذن أنا مش هيبقى عندي PowerPoint Slides خاصة بيه ولا عندي كتاب معين يعني بستخدمه لا اللي أنا هقوله هتلاقيه متاح على الإنترنت وتقدر توصله في أي وقت إن شاء الله بداية من أول lecture هنحضرها مع بعض هنبدأ نعمل install لـ Microsoft SQL Server ونبدأ بعد كده بقى ننفذ أمر أمر الحاجة الثالثة اللي حابب أنبه عليها أن أنا في هذا الكورس مش هشرح كتير قوي الجزء النظري من قواعد البيانات العلم بتاع الـ Database ده في جزء نظري مهم جدا لازم يعني اللي حابب يشتغل في الـ Database يكون ملم بيه أنا كان ليه زمان شروحات خاصة بالجزء النظري بتاع قواعد البيانات هتلاقيه موجودة في الـ Playlist اللي موجودة عندك في القناة بتاعتنا وأيضا أنا أحط الرابط بتاع الـ Playlist دي عشان اللي حابب بقى يستزيد في الجزء النظري بتاع الـ Database وزا ما بيقوله كده يبقى عنده أساس متين يبدأ يبني بقى فوقه كل المعرفة إن شاء الله اللي هيحصلها في هذا الكورس شكرا لوقتكم ونتقابل في أول محاضرة إن شاء الله